ففي عندك انتسار يا برج السرطان لاني شايف فيه منكم اللي الوضع كان عندهم مكركب يعني من زمان على طول الوضع مكركب حتى انهم ملوا وما ببدل يعني كأنه الامل باقى مو مستنيين شي بيقولوا نفس الشي راح يتكافف بس يعني انت بتستحق يعني لانه فيه انتسار جايلك في الطريق يا برج السرطان وعلى طول يعني كأن اكيد فيه شغلات بتصير مع الناس وخيبات امل متل شي حتى على طول عم يعمل علاقة بس عم بيصير نفس الشي شخصي اذا مثلا عم بيخونهم او ما عم يزبط الموضوع فمتل ما الامور بتصير فترة بتكون سيئة اكيد راح تطلع الشمس يا برج السرطان وان شاء الله تكون شمسك لفترة هذي اللي اني شايف فيه عندك انتسار يا برج السرطان بس انتبهلي شوي على عاداتك والشغلات اللي بتعملها وطريقة التفكير فيما يخص الصحة يا برج السرطان اما ما هو عاقفي صراحة في عندي طاقات كتيرة وانا سحبت اوراق كتيرة فرح حاول يكون شاملة الشي اللي راح ينتبق عليكم خلولي اني عم شوف طاقات كتيرة فيه شغلات ما راح اتطرق الى لانه راح ياخد مني الموضوع وقت فرح نبلش يا برج السرطان شايفاك يا برج السرطان زعلان واخذ جنب عندك ورقتين للشغلة هذي وكأنك قاعد مع حالك لانك تعبت من الوضع كاني شايفاك خرجت من علاقة وطلعت يعني كأنك خرجت من علاقة وطلعت ولكن انت طلعت زعلان او ممكن يكون شي شخص يعني تركك او طلع من العلاقة ولكني حاس اكتر انه انت اللي طلعت من العلاقة هذي فانا شايفاك مختفي او قافل كل الطرق تواصل كأنك عاطي دهرك يعني قافل كل شغلات التواصل مع الطرف هذي كأنك عاطي دهرك لكل الشغلات كأنك ما شايفه واخد موقف لاني شايفاك تحملت كثير من الشخص هذي وشايفاك مبتعد ولكن حقيقة بعدك بتراقب نفس الشغلات بعدك بتراقب الشخص هذي كأنك عم تخبي مشاعرك لاني شايفا انك انت بعدك بتحب الشخص هذي يعني فيه من كون واكتر اللي بيحبوا الشخص هذي كتير وبعدك بتراقبه كأنك بخبي مشاعرك او خايف الشخص هذي يعرف انك بعدك بتحبه وبتراقبه لانه الشخص هذي كان شي مهم بحياتك لاني شايفا فيه شي ساربيناتكم يعني شي صدمة تعرض الثلة شي شغلة شي مشاكل صارت بيناتكم سواء كانت خيانة او انفصال يعني سواء انه متزوجين او متطلقين او اللي كانوا مع بعضون ولكن الغريب انه شايف الشخص هذي متمسك بيك حقيقة هو شايفك الشخص المناسب ليه كأنك الانسان اللي بتخليه حاسس بالفرح والتوازن يعني احتمال الشخص هذي مكانش بيعاملك يعني متل ما انت تستحق او كان مندفع او كان مندفع لاني شايفاه مندفع يعني في التفسير الشخص هذي شايفاه يعني مندفع كثير كأنه الانسان بيعمل شغلات وما بيفكر في العواقب ولكني شايف الشخص هذي حقيقة مستعد الشخص هذي مستعد يعمل شغلات او يدخل المعركة مشان يرجعك ولكني شايفاه بيفكر كثير في الشغلات اللي صارت الشخص هذي بيفكر كثير في الشغلات اللي صارت ووصلتكم لحالة انفصال سواء كنتم مرتبطين او منفصلين او متزوجين او سواء تركك و اداك ظهره او كان يعني مهتم بحياته او راح تزوج او التبط مع حدا او ما كان مقدر وجودك ولكني شايف الشخص هذي يعني كأنه مرتاح بناجح فممكن يكون هو اللي انفصل عليك ولكني شايفاه بيفكر فيك يعني صراحة احتمال يكون بيفكر بس في الشغلات اللي صارت او انفصال او في تواصل روحي بيناتكم فاحتمال يكون شي طرف ثالث فات على العلاقة لاني شايفان يعني متمسك يعني بشغلتين ممكن تكون عمل وانت ممكن يكون شخص تاني متل ما انتو شايفين ممكن يكون شخص تاني كذلك متمسك فيه ومش عارف ياخد قرار بيناتكم او متزوج وانت يعني ومش عارف يعني مين يختار فيكم او بيفكر يتزوجك بالاضافة للشخص اللي هو معه طراحة طالع للشخص هدا عم بيدور على طرق اه لا يتواصل معاك طرق جريدة يعني فاستغط كتير الشغلات هذي الشخص هدا بيدور على شي طرق عشان يتواصل معاك هو يعني هو ما يعني لا يريد ان يأتيك هكذا ويقول لك اولي لا هو بده كأنه ما بده يعتدر يعني بده يجي هيك وتحكو مع بعضكم لا لا يقدم اعتدار ولا يفسر ولا يرجع للشغلات اللي صارت بيناتكم فكأنه احب بيدور على طرق جريدة اللي يتواصل معاك لاني شايفة في من كون اللي بيعمل جذب حقيقة في تواصل روحي عندي عالي وانا حسك يا برج السرطان كأنه من كون اللي حاسس انه في من كون اللي بيقول انه الشي اللي صار معه يعني بسبب سحر في اللي بفكروا هيك بسبب سحر اعمال او شايف انه اللي صار يعني بسبب شي شي حضام يعمل شغلات من وراكن يعني ممكن يكون في طرف يعني في من كون اللي بيعمل اعمال للشخص هيدا حقيقة في اعمال وفي من كون اللي شايف انه الشي اللي صار معه بسبب شخص عم يعمل له سحر اعمال برد النظر شو عملك الشخص هيدا سواء كان تركك او طلقك او لقيته معه حدا تاني او قلب عليك اختفى ففي من كون اللي بيعمل جذب وفي اللي بيعمل اعمال للحبيب فالشخص هيدا حقيقة هو شايفك شايفك شخص حنون ومتكامل وطيب وهو بده يتواصل معك لانه شايف انك الحب يعني واضح انه الشخص هيدا عرف قيمتك ولكني انا شايفاك قافل على الشخص هيدا قافل عليه وعارطي ظهرك وعمل حالك مش فارئة معك كأنك يعني كأنك اختفيت عن الانظار يعني احتمال تكون تستنى الشخص هيدا ياخد قرار بش موضوع او يتقدم بخطوة عملية مش بالكلام فقط او حتى يختار بينك وبين حدا وبينك وبين شي شغله وبين شي شغله لاني الشايف الشخص هيدا يعني بيفكه 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 في زواج طالع لي ورقة الزواج الشخص هيدا يعني كأنه بده يرجعلك بده يتزوجك كذلك عم شوف في بيناتكم اختلافات فجايز انتو بعيدين عن بعض كل واحد بلد او كل واحد في محافظة لاني شايفة فيه مسافة بيناتكم كذلك في اللي كان بعلاقة طويلة مع الشخص هيدا مش قادر ينسى ذكريات احتمال يكون الشخص هيدا من جنسية غير جنسيتك او تختلفون في عادات يعني والتقاليد حقيقة يعني بصراحة يا برج السرطان في منكم اللي حاسس حاله وحيد من الوضع يعني افل على كل شي وخلاص دار ظهره وكأنه فقد الامل ويعني انا بشوف انه يعني بعده بيحب الشخص هيدا بس عم شوف حالته يعني حاسس بالوحدة فممكن يكون الشخص هيدا يعني متزوج يعني انه طالع لي الورقة هيدا كتير او تزوج ولكني شايفها بعده متمسك فيك يعني ومتمسك يعني اذا كان حدا تاني يعني متمسك الطرف الثاني فممكن يكون مش قادر يعني ممكن يكون يعني مش قادر يختار بيناتكن او بفكر بالزواج منك يعني في وجود الطرف الثالث لاني شايفك تعرضت لخيبة امل كبيرة خلتك تبعد وتتغير وكأني شايفاك مخبي يعني مخبي يختفي ومخبي حزنك جواتك كأنك حدا وحيد كأنك بغرفة وما حدا قادر يساعدك يعني انا حاسة انه او الشخص هذا يعني محتاج مساعدة ودعم كأنك عم تسأل حالك ليش صار معي انا هات الشي ليش حضي هيك ليش كل ما بلش الشغلة هذي يعني يعني بيصير هيك ليش ما في حض وليش ما في حدا ساعدني والشخص هذا شايفه كأنه عارف أنه سبب لك حزن حقيقة حقيقة شايفها يعني عم شوف في حسرة بقلبك كأنها يعني مخلية مكان لليأس شايف الماضي مؤثر عليك أو الظروف اللي حواليك حاسك يعني حابب تغتاح كأنك رايد تروح على مكان تكون فيه لحالك لتغتاح يا برج السرطان وتستشفي وتضم حالك بحالك لأنه هذا هو الشي الصح أنت لازم تعمل استشفاء لمنكن اللي في الوضع هيدا لازم أول شي تعمل استشفاء لحالك وتحب حالك أحب بشرك أنه فيه تغيرات جاية في طريقك يا برج السرطان فشو بيقلك تعرف الوضع هيدا أنه المساعدة حواليك وأفضل شي تعملوه أنك تتقرب من الله وتدعي وتعمل يعني تدعي يعني من قلبك جواتك وتفكر تفكير إيجابي برض النظر عن الشغلات اللي صارت لأنه في النهاية الحزن ما رح يزيدنا غير مشاكل مرض وقلاق يعني ما رح يخليك تشوف الشغلات والفرص اللي عم تمر من جنبك فأحب أقولك أنه فيه تغيرات جاية بحياتك يا برج السرطان لأنه طالعا لك ورقة الشمس طالعا لك ورقة الشمس فيه أحداث وشغلات إيجابية جاية بطريقك وهي علامة على فرحة لأنه جاية لك ورقة الشمس ورقة الحب رح وريها لك يا برج السرطان أنا صحبت أوراق يعني بحتة فسروا أكثر طالعا لك ورقة الحب يا برج السرطان وراء ورقة الشمس فيه يعني شغلات حلوة جاية بطريقك وفرحة فالشمس رح تطلع ورح تضيء رح تضوي طريقا يعني إما ستصبح العلاقة هذه أكثر إنفتاحا أو أنها ستنتهي للسماح لعلاقة أفضل للحصول عليها لأنه الشمس هي تشير إلى أشياء إيجابية احتفال ممكن خطوبة عمل يليق مقامك زفاف وفي شيء يعني في باب يا أرشي على برق المكان في باحث رح ينفتح لإلك يعني الأمور إجت مرتبة يعني مو معقول تكون صدفة يا برج السرطان في باب رح ينفتح لك ويجا فوق الشمس في باب رح ينفتح لك ففي بداية جديدة أو رح تلتقي يعني مع شخص قريبا شخص جديد وهذا الشخص سوف يوفر لك شعورا بالأمان والاستقرار خليني شوف طاقتك يا برج السرطان حقيقة رح حط الأوراق عشان تشوفوها رح وريها للكون في الشيفة كأنه عم تفكر فيه عم تفكر بالناس من الماضي ناس كنت بتحبه ممكن تكون العيلة لإني هذي قراءة عامة ممكن تكون العيلة أو شخص أنت حبيتك يعني كأني حاسة أنه الشخص هذا متزوج أو أنت بعلاقة تولاتية لإني حاسة أنه شخص هذا يعني كأنه غير متزوج أو أنت طاقة تولاتية لإني شايفك غير راضي غير راضي يا برج السرطان تماما على الشي اللي صار يمكن لإنه كانت عندك أمنية ضاعت لإني شايفك كأنك عم تفكر بموضوع يا برج السرطان يا برج السرطان كأنك بمفترق الطرق أو عم تفكر بحدا بعيد عليك اكتشفت سواء أنه متزوج أو على علاقة بشخص تاني لإني عم شوف في مسافة بيناتكم احتمال كل واحد يكون في بلد أو محافظة يعني المهم في مسافة أو الشخص هذا بعيد عليك وطلع من حياتك ولكني شايفة بعده في تواصل فكأني حاسة أنه أنتو صلميت طالع لكم ورقة مرتين يا برج السرطان برج حنون شايفك رح تاخد موقف وهذا هو الشي الصح وفي عندك بداية جديدة في بداية جديدة جاية بطريقك فممكن مع شخص جديد يعني أو شخص من الماضي يعني بعيدته عن بعض يعني هيك ولسه في ذكرى شايفة كأنك يعني عم عم تطالب يعني بعدالة أو بحكم عم تستنى شي قرار فشايفك أنا يعني مرتبط بالماضي وبعدك قاعد قابع فيه يعني كأنه لسه ما طلعت من الماضي بشكل نهائي كأني عم شوف فيه حالة حالة من الافتقاد يا برج السرطان شايفك بتراقب الشخص هيدا وشايف انه الفرح كذلك فيه من كون اللي عم شوفوا تجاوز الوضع هيدا وصار الموضوع ما عم يفرق معه وصار عم بفكر بحاله وبحياته وانا بهني الناس اللي بصلوا للنقطة هيدا خلينا نفزع حب أقول شي كأني عم شوف يعني فيه من كون اللي متطلقين والشخص هيدا كأنه عم بفكر يرجع للكون فهي احتمالي تكون شي شغلة في الموضوع هيدا بالأيام الجاية للناس اللي متطلقين القراءة هيدا رح تبتدي من من 22 إلى 20 أو زيادة شوي في الشهر اللي وراه يعني في نوانبر طريقك رح تتجاوزها الماضي هيك أو عم تشوف الموضوع هيدا معقد وأنا برجح الموضوع هيدا أكتر هذا بيقلك الورق يا برج السرطان يدعوك الورق إلى التفاؤل والإحساس بالثقة والشجاعة واتخاذ الخطوة التي يتطلب منك القيامة بها الآن فكر في اللحظة هيدا ما تفكر يعني بشغلات لسه جاية بطريقك فممكن الأمور ستنقلب بصالحك واتخاذ يعني الخطوة التي سيتطلبها منك هو منك إنجازها يعني اليوم يعني إنجاز الأمور وإنهاء ما بدأت في عندي أبراج حاب أقولون بش منزع يعني كل الأبراج صراحة موجودة بس عم تشوف الطاقة الهوائية الكثيرة طاقة الترابية طور عزراء برج الثالث ميزان كذلك الميزان صراحة موجود معنا ميزانيات موجودات عندنا في برج القوس والحمل والأسد الأسديون كذلك التوريون الجدي تقلوني شوف الجوزاء صح الجوزاء موجود الدلو العقرب صراحة كل الطاقات موجودة بس شايف الحمل الطور الأسد الميزان الجدي العضراء الجوزاء يعني في بطاقات أكثر ففي عندك يعني بداية جديدة مع شخص تشعر معه بالأمن والاستقرار يعني لأني عم شوفك لأنك قادر على تخطي العقبات ولكني يعني شايفة أنه الحبيبي يعني متمسك يعني بموقفه وبيفكر فيك فكأني شايفته أصبح بعد الشي اللي صار أكثر حكمة واتزان شكرا شكرا